طيب خليني أروح بس سريعاً لأرعة دوري أبطال أوروبا طبعاً عندنا موجهات نارية اتنين منهم بشوفهم نهائي مبكر يعني الحقيقة يمكن طبعاً وفي فردة شمال أصعب بكتير قوي قوي من الفردة اليمين وللأول مرة ألاحظ أنه إيطاليا موجودة في ربع النهائي بثلاث فرق في ثلاث فرق وصلوا لدور التمانية عندنا في مواجهة نارية هتجمع بن شلسي الإنجليزي وريال مدريد ومواجهة طاليق بالنهائي المبكر من شلسي سيتي في مواجهة باير ميونيخ كم أنت ظالمة أياتها القرعة يعني بجد الفرقتين مقدمين بطولة ولا أروح وكانوا يستحقوا الحياة يتقابلوا متأخر شوية لكن وقد كان هنشوف مواجهة نارية من شلسي سيتي في مواجهة باير ميونيخ أفضل فرقتين من وجهة نظري متواضعة وحط معهم نابولي كمان بصراحة النسخة دي من بطولة دورية الأبطال ناحية تانية عندنا الميلا مواجهة إيطالية خالصة الميلا في مواجهة نابولي ورشح نابولي الحقيقة وأعتقد نابولي بالقرعة دي وارد جدا 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 يكون طرف في المباراة النهائية وناحية تانية عندنا انتر ميلا في مواجهة بانفيكا أو بورتو بورتو البرتغالي وبالتالي عندنا طبعا الكسبان من المباراة دي هيقابل الكسبان من نابولي وميلان والكسبان من الريال وتشلسي هيقابل الكسبان من منشستر وباين والكسبان من هنا مع الكسبان من هنا هيكونوا علامات فيها المباراة النهائية النهاية